السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سوف نقرأ نص إرث حضاري للقسم الرابع ابتدائي الصفحة 12 إرث حضاري لم يكد لغضف يعود إلى تصفح الكتاب حتى سمع وقع خطافاته على الدرج فهب من مقعده لاستقبالها رفقة والدته فرحانة وماء اندلفت إلى الغرفة حتى ألقت بحقيبتها فوق الأرض واقتعدت الأريكة قال لغضف بعدما صافحها لقد حصلت على الكتاب فقالت جيد ثم جتت على ركبتيها بجانب الموقد لتعد القهوة وشرعوا في ارتشافها تمددت فاتو بعد احتساء آخر رشفة من فنجانها وبدت على وشك الاستماع أما لغضف فقد مد يده لالتقاط الكتاب ثم تأهب للقراءة فقالت له فاتو اقرأه بصوت عالي ثم اشرحه لي كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة مساء كان لا يزال متسع من الوقت وضع الكتاب فوق ركبتيه وراح يقرأ ظل المغرب عبر التاريخ يحتضن عددا من الثقافات وتفاحلت على أرضه الكثير من الحضارات العريقة فشهد له التاريخ بالتنوع ما جعل الحضارة المغربية تتميز وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية لقد استقبلت هذه الأرض على مر العصور هجرات متعددة قدمت من الشرق والجنوب والشمال ومدت جذورها في تربة المجتمع المغربي ما جعل جهات المملكة تتفرد عن غيرها وتتشكل عن النحو الذي عليه الآن انتفت لغضف قائلا هل أنت مستيقظة يا فاتو؟ فأجابت نعم إني مصغية لما تقول استمر إنه لأمر رائع أن اكتشف إرثكم الحضاري العظيم أنا القادمة من جنوب الصحراء وصل القراءة لقد انتاز المغرب دوما بشكل معماري خاص تميزه نقوش وزخرفات على الجبس لم تتأثر بغيرها في أبرز الحواضر أضف إلى ذلك مفروشات الجوامع والبيوت من السجاد الغني بألوان الطبيعة المحلية إن روافد الحضارة المغربية تركت أثرا عميقا في هوية أهلها في لغتهم وتقاليدهم وثقافتهم في الموسيقى والرقص والأزياء والمناسبات وفنون الطبخ وتخطيط البساتين وتأسيس المدارس والنهوض بالمكتبات وهنا التفت الأغضاف ليجد فاتو وقد توسدت راحة يدها فناداها فاتو فلم تجب فاتو هل نمتي؟ فأجابت لا ولكن أدهشتني حضارتكم فعلا أغلق لغضف الكتاب ووضعه بعناية على المائدة ثم قام وغطى فاتو ووالدته بذيثار ودس قدمه في الخف وانصرف إلى الشرفة أتمنى أن تستفيدوا من هذه القراءة وأن تقرأوا النص بصوت مرتفع وتنتبهوا لعلامات الوقف الجزئي والوقف التام